موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الأمسية الرمضانية أحببنا أن نبث الأمل في نفوس المسلمين خصوصا وهم يعيشون في مرحلة من الظلم والاضطهاد والتجويع والتقتيل هذا الأمل أيها الإخوة هو موجود في القرآن ولكن نحن نحتاج إلى أن نسير كما سار السلف من قبل وكما سار من اصطفاهم الله من خلقه من من ذكرهم القرآن أن نسير على ما ساروا حتى يتحقق الأمل ويتحقق وعد الله عز وجل نحن نعلم حينما نقرأ سورة القصص أن في الآيات الأول منها قصة موسى مع فرعون وهذه القصة حينما قال رب العزة جل جلاله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين كان فرعون يقتل الأولاد في سنة ويتركهم في سنة أخرى فقدر الله أن موسى عليه السلام جاء في السنة التي يقتل فيها فرعون الأولاد ولكن هي حكمة أرادها الله عز وجل حتى نعتبر بها وتكون عبرة لمن بعدنا إلى قيام الساعة أن الله يوحي إلى أم موسى هذه الأم التي تخاف على ولدها من ظلم فرعون ومن طغيان فرعون حينما يوحي الله إليها أن تضع ابنها في تابوت فتلقيه في البحر تصوروا هذه الصورة يعني الصورة ليست هينة أم كم تحب ولدها هل يعقل أن تضعه في تابوت أو في صندوق فتلقيه في البحر هكذا لكنه الإيمان الذي زرع أو زرعه الله في قلبها لكي تفعل ما أوحى الله إليها وهناك المسألة الأخرى الأشد من ذلك أن آل فرعون يلتقطون ذلك الصندوق وإذا به ذلك الطفل وهو موسى عليه السلام الأمر أصبح أشد على أم موسى ولذلك القرآن يقول إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها وسبحان الله الله عز وجل وعد أم موسى أن يرجع إليها موسى فإذا خفت عليه ولا تخافي ولا تحسين إنا رادوه الله عز وجل وعدها وهنا تأتي القصة متسلسلة أن موسى عليه السلام كما قال عنه القرآن وحرمنا عليه المراضع من قبل كلما أتوا بمرضعة لا يقبلوا ثديها ولذلك كما قال ابن عباس أصبح الشغل الشاغل لامرأة فرعون أن تجد من ترضع موسى لأنه تبنت ليكون لنا عونا ليكون لها عونا ويكون لفرعون عونا المهم أخت موسى ذهبت إليهم وأخبرتهم أن هناك من يحفظ موسى ويكون له من الناصحين وفعلا أخذوا موسى وأرجعوه إلى أمه وأخذ ثديها وهناك أمرت امرأة فرعون أن تكون أم موسى هي من ترضعه دون أن يستشعروا أن هذا ابنها لكي يتحقق وعد الله فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فالله عز وجل حينما وعدنا بالنصر وحينما وعدنا بالفرج وحينما وعدنا بالتمكين وحينما وعدنا بكل ما جاء في القرآن فإن وعده سينجز ومن أصدق من الله قيلا لكن الوعد مشروط بشروط وهذه الشروط نحن من يقوم بها ونحن من يهيئ نفسه للأسباب حتى يقع ويتحقق وعد الله عز وجل لنا نسأل الله العظيم أن يحقق وعده لنا ولجميع المسلمين وأن يجعل لنا من كل ضيق فرج ومن كل هم مخرج إنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة